يعني الحل بسيط ووقف هذا العدوان الذي تشن دولة الاحتلال بلا هودة وتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل دخول المساعدات وأيضا فتح المعبر رفح بطبيعة الحال لإدخال ألف الشاحنات التي تتوقف منذ أشهر والتي تحمل الأدوية والطعام والشراب ومختلف التجهيزات أما وأن استمرار هذا العدوان وهذا القتل وهذا الإغال بالقتل وحمام الدماء وقصف المساعدات ومنع دخولها سيؤدي إلى تعميق الكارثة والمجاعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأقصد هنا قطاع غزي على وجه التحديد وبالتالي هذه حلول ترقيعية ما تكون به الولاة الأعفن الأمم المتحدة وبعض دول العالم خصوصا الإنزال الجوي ذو الاستعراض السياسي هذه حلول ترقيعية حلول لا ترقى إلى حل المشكلة من جذورها حل المشكلة ووقف هذه المجاعة ووقف الكارثة هو بوقف العدوان وبإخراج الجرحة وبإدخال المساعدات الطبية والصحية والغذائية والشراب والمحروقات إلى قطاع غزة عكس ذلك سنعطي دولة الاحتلال مزيدا من الوقت ومزيدا من الأريحية إذا جاز التعبير للإغال في قتلنا وهذا يعني استمرار العدوان يعني ذلك مقابل مزيدا من الضحايا وبالتالي العالم عليه أن يذهب إلى وقف هذا العدوان بعد خمس شهور الحرب نيتنياهو لم يحقق أي شيء من أهداف هذه الحرب وبالتالي الهدف الأول والأخير لنتنياهو الذي بات واضحا هو الديمغرافيا والجغرافيا الفلسطينية هو يريد أن يبيد الشعب الفلسطيني وأن يستحل قطاع غزة دون ذلك أنا أعتقد بأننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة وستبقى الأمور تراوح مكانها وسنبقى بحلول تركعية وسنعطي الاحتلال مزيدا من الوقت والضوء الأخضر لمزيد من حمام الدم أستاذ عمر في الجانب السياسي هناك مصادر تتحدث عن تعثر مفاوضات الهدنة الجارية في العاصمة المصرية القاهرة باعتقادك لماذا هذا التعثر وعدم الوصول إلى اتفاق حتى الآن ببساطة شديدة نتنياهو الذي يناور ونتنياهو الذي يدفع باتجاه إفشال المفاوضات التي تجري في باريس وفي الدوحة وأخيرا في القاهرة نتنياهو يريد أن يقول بأنه هو الذي يحدد قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك وهو الذي يحدد مسار المفاوضات وما يطرح من قضايا على طاولات المفاوضات نتنياهو يريد أن يضغط على مصر من أجل أن يكون هناك مزيدا من التنازل من قبل المقاومة وهو أيضا يبتز الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لا يهم أن يكون في المشهد لاحقا بايدن أو ترامب الديمقراطيين أو الجمهوريين لأنه يعي تماما بأن الدعم لدولته بين هلالين لن يتوقف من هذا الحزب أو ذلك وبالتالي حتى لو يفز بايدن لم يعد يهمه شيء وبالتالي نتنياهو يريد مزيدا من الوقت وشراء هذا الوقت بل على العكس هو يريد أن ينفع باتجاه تفجر الموقف وتفجر المفاوضات وفشلها بالمطلق وذلك من أجل أن يذهب إلى خطوات أخرى لها علاقة بمزيد من القتل والإيغال وإطالة أمد الحال لكن الولايات المتحدة تعلن عن مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم المفاوضات الجارية في مصر ويدعو لوقف أو هدنة لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يعني الولايات الأولى بالأحرى مجلس الأمن الدولي فشل أربع مرات بسبب فيتو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وأقصد هنا الديمقراطيين على وجه التحديد هم في مأزق هذا المأزق له علاقة بشعبية بايدن التي تهوي على الأرض وبمواقف الديمقراطيين أو التقدميين الديمقراطيين والشباب الديمقراطيين الذين يرفضون هذا الدعم والآن الديمقراطيين حقيقة في مأزق هذا المأزق هو بسبب هذا الدعم وبسبب عدم تحقيق الحرب لأهدافها اليوم الولايات المتحدة تحاول أن تسابق الزمن من أجل وقف هذا العدوان أولا بأن البحر الأحمر يعني جبهته تشتعل والشمال يشتعل وأيضا الانتخابات تقترب ورمضان أيضا على الأبواب ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتهدد والديمقراطيين بدأوا يفقدون الأمل هذا بالإضافة إلى موقف الجانبية العربية كل ذلك يدعو للتفاول أستاذ أمار نحن كفلسطينيين دائما ندعو للتفاول ولكن الكرة ليست في ملعبنا كفلسطينيين الكرة في ملعب ديمقراطيات العالم التي تكذب نحن لا نريد حرب ولا نريد دماء ونحن تاريخيا لم نعتدي على أحد الولايات المتحدة الديمقراطية الأكبر في العالم والدول الأوروبية التي تتشدق بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وتتشدق بهذه المبادئ وبهذه القيام هي التي تجر المنطقة وبالتالي لو كان هذا التفاول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لما وصلنا إلى هذه المرحلة ولكن دماء الناس ودماء العرب هي رخيصة بالنسبة للغرب الاستعمالي وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي نعم نحن أيضا إلى جانب التفاول نبتهي لله تعالى في الليل وفي النهار من أجل أن توقف وأن يقف هذا العدوان ومن أجل أن يعم السلام في العالم أجمع ولكن الموضوع له علاقة بالمصالح ليس له علاقة بالتفاول والتشاؤم الموضوع مرتبط بمصالح هذه الدول التي لا ترى بحق تقرير المصير وبدماء الناس وبآهات الناس وبعذابات الناس أي شيء غير مصالحها وبالتالي نحن ندعو هذه الدول للعودة إلى رشدة وإلى احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنساني وأيضا إلى احترام مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والإنحياز إلى القيام الإنسانية العالمية وأن لا يكون هناك كيل بمكيلاك وبالتالي ندعو العالم إلى الوقوف أمام السؤوليته أشكرك جزيلا شكرا أستاذ العلوم السياسية عمر رحال على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية شكرا أستاذ العلوم السؤوليته شكرا أستاذ العلوم السؤوليته شكرا أستاذ العلوم السؤوليته